دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لإعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في مدينة القدس وآخرها لإعتداء على كنيسة حبس المسيحي في البلدة القديمة كما دان غبطة البطريارك بيرباتي سابت سبالة بطريارك القدس للاتين الاعتداء على الكنيسة ذاتها مشيرا إلى تزايد الاعتداءات على المقدسات المسيحية في المدينة المقدسة وطالب غبطته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم وكان مستوطن اقتحم مبنى الكنيسة وقام بتكسير وتحطيم محتوياتها والعبث بما فيها من مقتنيات وتماثيل محاولا إشعال النار فيها إلا أن الحارس الموجود في المكان تصد له قبل استكمال جريمته